اتعاش منحوظ في حركة الرحلات الجوية بمطار حمد الدولي بلغ 18800 رحلة خلال الشهر يوليو بنمو قدره 30% على أساس سنوي الشهر الذي يمتاز بتنقل الأفراد وأسفارهم وتنظية الإجازات السنوية في مواطن أخرى تخللته قفزة في أعداد المسافرين عبر المرفأ الجوي القطري إذ زادت إعدادهم بواقع 94% على أساس سنوي وصولا إلى 3 ملايين و462 الفراكب بعضهم كانت الدوحة منطلقا له أو وجهته النهائية والبعض الآخر قصدها كمحطة مؤقتة لبلوغ مقصده النهائي مطار حمد لم يكن استثناء على المستوى الدولي فقد شهدت المرافع الجوية الأخرى صيفا مزدحمة مع تحرر الأفراد من القيود التي كبلتهم بها كورونا وقد أجبرتهم الجائحة على كسر عصى الترحال والبقاء في بلدانهم أو في الأماكن التي يبحثون فيها عن أرزاقهم المرفأ الذي يعتبر بوابة الدخول إلى الدولة الخليجية المستضيفة لمونديال قطر 2022 سيكون على موعد مع عداد كبيرة من المسافرين مع اقتراب موعد انطلاق العرس العالمي الكروي وهو ما جعل القائمين عليه يعدون العدة لذلك لضمان سرعة وصول ومخادرة مئات الألاف من المشجعين المتوقع تدفقهم على البلاد في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين قطر التي تتأهب لاستقبال موسم سياحي استثنائي مع بيع غالبية الغرف الفندقية حتى نهاية العام تعول كثيرا على مطار حمد الدولي ليكون رافعة للأنشطة الخدمية غير المرتبطة بقطاع الطاقة أملا في تقليص اعتماد اقتصادها الوطني على الغاز والنفط وهما عماده وأساسه طيلة العقود الماضية اشتركوا في القناة